بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بعد رئيس التنفيذي لواكلات الفضائي المصرية شريف صدقي عددا من ملفات العمل وأكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة التي تمنحها الدولة لتطول البنية التحتية الفضائية من خلال الاستثمار المكثب في رأس المال البشري والابتكار العلمي بما يعزز من مكانتها على الساحة الفضائية الدولية ويضع متطلعاتها الوطنية وخلال الاجتماع تم استعرض مستجدات الموقف التنفيذي لمنشآت المدينة الفضائية وكذا الموقف الراغ لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية بالإضافة إلى ما يتعلق بتفاصيل تأسيس شركة مساغمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية وشركة لتسويق منتجات الوكالة إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتمكن المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية ترجمة نانسي قنقر